أهلا بكم في إطار تعليمه بموضوع شفاء العالم أكد قداسة البابا فرنسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت أن كرامة الإنسان غير قابلة للمساومة لأنها من الله ولا يجوز لأحد الاعتداء عليها مبينا قداسته أن وباء كورونا ليس المرض الوحيد الذي يجب مكافحته فهناك أمراض كثيرة منتشرة في مجتمعاتنا وأضاف أيها الأبو الأكدس يصر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لكداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسته البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسته البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في الإيمان والكرامة الإنسانية في إطار تعليمه في موضوع شفاء العالم قال قداسته إن فيروس الكورونا ليس المرض الوحيد الذي يجب مكافحته فهناك أيضا أمراض كثيرة منتشرة في مجتمعاتنا منها النظر إلى آخينا أو أختنا وكأنه شيء نستغله لمصلحتنا وليس كإنسان له كرامته وشخصيته المستقلة لكن الله ينظر إلى الإنسان بطريقة أخرى فهو خلقه على صورته ومثاله قادرا على الحب مثله وهكذا منحه كرامة فريدة ودعاه إلى العيش في شراكة مع إخوته الناس ومع الخليقة كلها ومعه تعالى وأكد قداسته أن هذه الكرامة غير قابلة للمسومة لأنها من الله ولا يجوز لأحد الاعتداء عليها وهذا هو أساس الحياة الاجتماعية والمبادئ التي تحكم هذه الحياة وكل العلاقات بين الناس ليس أحد غريبا لأن كل إنسان هو صورة الله وهو أخ وأخت لنا ومن ثم واجب العطف والرحمة والإحترام المتبادل المهم أن يشفى كل واحد مننا من انفراديته ويوظف كل ما وهبه إياه الله ليسهم في شفاء البشرية من مآسيها الكثيرة والآن تحييتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية يعلم الكتاب المقدس أن كل إنسان قد خلق عن محبة وعلى صورة الله ومثاله ويؤكد هذا التعليم على الكرامة العظيمة لكل إنسان والذي هو ليس مجرد شيء وإنما كائن بشري هو قادر على معرفة نفسه وعلى امتلاكها وبذل ذاته بمجانية والدخول في شراكة مع الآخرين ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر